اشتركوا في القناة يعني زي حد مثلا وصف لحد دوا من غير ما يستشير الطبيب الاستشارة المناسبة لكن الحقيقة الموضوع ده ليه ضوابط في الفترة الأخيرة بعد الكورونا ابتدينا نسمع عن حاجات تسير جدا لأثار جانبية للأدوية وبالتحديد للمضادات الحيوية والكورتزونات العالية والمسكنات طبعا وغير الأعشاب والأدوية اللي بتباع أونلاين أو على الإنترنت وابتدينا نسمع عن إصابات شديدة وأحيانا قد تؤدي إلى الوفاء أو لأمراض شديدة جدا يصعب علاجها عشان كده إحنا لازم نتكلم نهاردة وبالتفصيل نعرف إزاي نقنن استخدام الدواء ونعرف إمتى نستخدم الأدوية ولازم نرجع لمنه وطبعا لازم استشارة الطبيب ثم الصيدالي اللي هو بيكون عنده العلم الكافي بهذا الموضوع عشان كده أنا بدعوكم النهاردة وبشدة أنا كل الأسئلة اللي بتدور في زهني وفي أزهان حضراتكم أحاول أسألها النهاردة لضفنا اللي مشرفنا من نهاردة دكتور علي عبدالله مدير المركز المصري للدراسات الدوائية والإحصاء ومكافحة الإدمان مساء الخير يا دكتور نوالنا نهاردة ويمكن أنا زي ما كنت بقول إحنا بقلنا كثير كنا يمكن بنصرف في استخدام الأدوية والمسكنات والمضادات الحيوية والكورتزونات ويمكن كثير مثلا نسمع حد صديق حد جار حد أنا استعملت الدواء ده فريحني فناخده وبعد كده نفاجأ بمشكلة كبيرة جدا عايزة أبدأ مع حدتك من يعني آخر المستجدات بقى وأحدث الأب ديت زي ما بيقولوا يمكن نسمع عنك كثير لما أثير موضوع الفطر الأسود أنه السببه الرئيسي هو الإفراط في استخدام الكورتزونات والمضادات الحيوية بالذات في معالجة الكورونا فعايزة أعرف من حدتك الأول هل هذه المعلومة صحيحة ولا لا وإحنا مفروض نتصرف إزاي طبعا صحيح لأنه إحنا عايشين في وسط مملكات من البكتيريا والفيروسات والفطريات وفي توازن بين كل يعني هذه الكائنات الحية الميل نحي بعضها بيدي الفرصة للبعض الآخر أنه يظهر ويكتر وزي ما حالك عارفة برضو أني مثلا كمثال بكتيريا في بكتيريا نافعة وبكتيريا ضرة طبعا وبالتالي إحنا لما نقضي بنيدي مثلا مضادات حيوية بشكل مفرد وغير محسوب بنؤثر زي ما بنؤثر على البكتيريا الضرة بنؤثر على البكتيريا نافعة وبنسمح الخلل في التوازن ده بيظهر لنا خلل ده في صورة مثلا نمو أكتر من مثلا فطريات وده المعلومات اللي إحنا سمعنا عنها في حد موضوع الفطر الأسود اللي هو نوع من ألواع الفطريات حالك طبعا تسمع عن الفطريات بشكل أوسع يعني إحنا بستاذين قلنا أن هذا الفطر موجود من زمان يعني إحنا بستتفاجئنا أن إحنا بدأنا نسمع عن حالات يعني وبالذات طبعا لما حصل في الهند حالات كتير بالضبط كده لأنه كمان الهند يمكن الموضوع له علاقة أكتر بالموضوع ده لأنه الهند بالذات كان بيموت فيها ستين ألف طفل سنويا بسبب الإصراف في استخدام الموضوعات الحيوية عندهم مثلا أربع مليون يوم زيادة في المستشفيات بسبب الإصراف في الموضوعات الحيوية خلينا عشان المشاهد يعرف يعني إيه موضوعات الحيوية العدوى البكتيرية البكتيرية وبالتالي لا يصلح لا للفيروسات ولا للفطريات معلش نتوقف هنا عند النقطتين مهمين أولا إحنا كأمهت يعني لما الأطفال بيجي لهم حرارة أول حاجة بنروح لها مخفط حرارة وموضوعات حيوية أنا عارفة أنه في هذه الحالة الموضوعات الحيوية غلط طبعا إمتى ندي موضوعات الحيوية؟ هل بمجرد ارتفاع الحرارة نديه ولا لأ؟ ثانيا هو زي مهرتك بتقول هو مش للعدوى الفيروسية طيب لماذا نأخذه في بروتوكولات الكورونا؟ طيب سؤال مركض هو الخفض حرارة هي نزيلة الحرارة الموضوعات الحيوية ليس لتغفيد لا هو مخفض حرارة ولا هو مسكن ولا هو يزود ضغط ولا يقلل ضغط فقط عندما تكون هناك عدوى من يحدد العدوى؟ الطبيب المعالج وليس منفردا لابد أن يستعيم ب مثلا في المستشفى بقصف ميكروبولوجي بأشاعة بالصدر الكلينيكي عشان يصروا إلى قرار أن هذا الطفل أو هذا الشخص المريض مصاب بعدوى ويخرق بين العدوى الفيروسية التي لا تحتاج إلى مضاد حيوي والبكتيرية التي تحتاج مضاد حيوي وحيانا تبدأ المشكلة بعدوى فيروسية وتتحول إلى ما يعرف بالساكندر انفكشن أو العدوى السنوية ببكتيرية من يحدد ذلك؟ الطبيب والفريق وليس منفردا لأنه يحتاج أن يستعين بقى خارين من زميله في الباقي التقصصات عشان يحدد أولا النوع البكتيريا عشان يختار لها المضاد الحيوي المناسب واللي حالي تسمع عنه الموضوع بالمزرعة اللي بتتعامل عشان يحدد لي المضاد الحيوي المناسب مش الفيروسية طبعا كولونا فيروس طيب هو الإحصاء المعمول في لجنة الفيروسات في مصر بعد اللي حصل عندنا ده قالت أنه اللي احتاجوا من مرضى كورونا مضاد الحيوي كانوا 20% لم يتعدوا 20% وتقريبا كان 19% بينما الواقع اللي حصل أنه اللي خد النسبة اللي خدت مضاد الحيوية الكورونا أكتر من 70% إذن إحنا أسائنا بالأرقام أسائنا استخدام المضاد الحيوية مع مرضى كورونا بيزيت عن 50% طيب حرارك تسألي سؤال مطلق جدا تبريحنا ليه كنا نحطين مضاد الحيوية الحقيقة في الأول خالص من ضمن البرتوكول كان فيه دوائين معروفين مش عايزين نقول أسماء لكن لم يمكن أقول أسماء العلبية لو تسمحيلي مضاد الحيوية اسمه أديسروميسن للمدى الفعالة للمدى الفعالة أيوة والدواء آخر يعني مضاد الفيروسات وكان بيستخدم قبل كده للمالاريا اللي هو هيدروكسي كلوروكين الدوائين دول كانوا بيستخدامهم مع بعض لأنه بيعملوا حاجة اسمها اتحاد أو سينارجيز يدوا تأثير أكبر على الفيروس المضاد الحيوية ده ما كانش بيوصف عشان مضاد الحيوية لكان بيوصف عشان له أثر مضاد الفيروسات وأثر ما يعرف بأنه له علاقة بالأميونتي بالمناعة لكن بعد كده احنا عدلنا البروتوكول ولغينا المضاد الحيوية تماما لأنه وجد أن بعض مرض القلب يتأثروا بهذا الموضوع ويزيد حالات الوفاة فتم تعديل البروتوكول وبالفعل تم تعديل البروتوكول وفي مصر طبعا وفي مصر طبعا وبالتالي الموضوع ده اتلغى النهاردة هل فعلا في مرضى كورونا بياخد مضاد الحيوية بعد ما نكتشف أن العدوى الفيروسية صاحبها صاحبها أو تبعها عدوى بكتيرية بكتيرية وتحليل بشوف نسب معينة عشان أتأكد أن فعلا حصل عدوى مصاحبة تبقى ترى هي العدوى مصاحبة دي أو السنوية دي هي عدوى فيروسية مش بتحتاج برضو مضاد حيوي ولا عدوى بكتيرية يعني إذن إحنا هنقول أنه لو اللي يصاب بدور الكوروناة الحمد لله دلوقتي فيه انكسار للموجة ولكن طبعا وارد الإصابة فاللي يصاب مش هياخد مضاد حيوي من نفسه لازم الدكتور هو الطبيب يعني اللي يحدد إحنا ممكن ناخد اللي هي مخفضات الحرارة الخفيفة المسموح بيها أكيد المادة الفعالة للبارسيتامول لكن ما ناخدش مضاد حيوي بالنسبة بقى للكورتيزون لأنه برضو إحنا عارفين طبعا كلنا نسمعنا هذه المعلومات أن اللي خدوا جراءات كورتيزون عالية جدا قد تتسبب في إصابات سنوية زي الفطر الأسود هل المعلومة دي صحيحة ولا لا ومين اللي حدد جراءة الكورتيزون طيب الكورتيزون ده دوى رائع ودوى عالمي رهيب وحل فيك مشاكل كتيرة جدا 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 لكن إمتى نستخدمه في التوقيت المناسب وبالجرعة المناسبة حضرتك بيجي فيروس بيصيب الإنسان مرحلة الإصابة بالفيروس لو اتاخد فيها الكورتيزون ده بيزيد من الإصابة الفيروسية وانتشار الفيروس في الجسم إنما أنا بيستخدم الكورتيزون ليه لعلاج الأثر التي ترتب عليها الإصابة الفيروسية وبالتالي لو أنا حطيته عطيت المريض كورتيزون في مرحلة الانتشار الفيروس لا ده أزيد من الإصابة الفيروسية لا علاقة له ولا اللي حواليه لموضوع اختيار الكورتيزون ولا توقيته ولا جرعاته ولا جرعاته يبقى هنا نقول إن الكورتيزون خط أحمر هو علاج فعال لكن بشروط محددة ومقنن وبجرعات حددها الطبيبه في وقت معين بالظبط كتا لأن حالتك بتقول التوقيت مهمة اسمح لي بس أتوقف عن النقطة دي يعني في وقت ما ممكن يزود العدوة الفيروسية في وقت تاني يعالج آه بزبط كتا السلاح زو حدي بزبط كتا اسمح لي إحنا عندنا تقرير هنرجع لحضراتكم بعد هذا التقرير مباشرة ونستكمل هذا الحوار المهم جدا بعد التقرير مباشرة طبعا زي ما شفنا كده في التقرير إنه موضوع الأعشاب ده طبعا موضوع كبير جدا وفيه كلام كتير ويمكن يا دكتور إحنا دايما بنوعد نسمع وصفات أنت مثلا زورك واجعك خد كازها دوتك عالي خد مثلا كركدية أو غير يعني فيه وصفات شعبية كتير جدا فكرة الاستخدام المقنن للأعشاب لأن الأعشاب هي اللي بيتعمل منها الأدوية يعني يمكن كتير من أنا فاهم إن العشب مش مضرة لكن العشب ليه استخدام برضو فإحنا إمتى نعتبر العلاج بالأعشاب يعني علاج وإمتى نستخدمها للاستخدام الصحيح وإمتى تبقى مضرة وطبعا العلم الأعشاب أو طبع الأعشاب ده علم راسخ وبقاله يعني 200-300 سنة علمي علم سابت إنما ده حنا بقالنا قرون بالناس بتستخدم الأعشاب ومعظم الأدوية أو الأعشاب أحد مصادر الأدوية الراصخة المعروفة وفي كلية صيدلة بيتدرس خمسة سنين مادة العقاقير وإزاي نستخلص منها الدواء والمواد الفعالة الموجودة ونسبها والجرعات الضرة وكذا لكن الاستخدام الحالي للأعشاب هو استخدام مضر لأنه لا يراعي المواد الفعالة ولا تركيز هذه الأعشاب من المواد الفعالة ولا حدودي في الاستخدام إنما ما ينفعش نستبدل العلاج التقليد المعروف بعلاج الأعشاب ممكن يبقى ده بالتوازي مع ده مكمل يعني مكمل لده لأنه في حاجات ما تنفعش لازم يعني مثلا كان في حوار بنا إنه القهوة مثلا بتحتوي على الكافاين مثلا بترفع الضغط البيرفع الضغط بزور ضربات القلب لكنه مفيدة جدا بتحتوي على الكافاين ده كارديوتونيك يعني بيقوي ضربات القلب بمنبه بيحسن في المود لازم كنا عارف في كل فنجان قهوة في ده بالجرام بالكافاين في مية تقريبا أنا مسموح لي بتلت فنجين حد أقصى في اليوم الجرع تلت فنجين كل فنجان جرعيته قد في مية مية ملي جرام مية ملي جرام اللي هي نقدر نقول الكافاين المية ملي دي معلقة صغيرة معلقة صغيرة بالضبط كذلك أو معلقة نصف تقريبا هتضر لما أتعدى الواحد ونصف جرام من الكافاين فيه سمية لما نصل لخمسة جرام في اليوم كافاين يعني لأن فيه ناس ممكن تشرب مثلا نقولك أنا بشرب ست فنجين لا ما نتعداش الحد المسموح الشيء الأقضر فيه نفس المادة لكن التلت الكامير تقريبا وبالتل وانا خايف من هذه الأعراض ممكن نستبدل الأهوة بإيه بشيء أقضر كانت فيه تقارير اتكلمت على أن الحشيش بيحتوي على بيحتوي على مادة فعالة معينة تيتراهايدرو كنابينول لها دور في علاج الفيروس كورونا طب هل أنا ممكن من المنطق أن أنا أوصف الحشيش للناس عشان تعالجل وبالتالي هنا أنا ممكن أستخلص المادة الفعالة هنا في الحشيش عشان أستخدمها في علاج شيء معين لكن هنا في القهوة ما ينفعش أحولها لقراص وقول للناس بدل في الجاني القهوة خذ قرص عشان تتنبأ أو غيره فالموضوع علم كبير وفي له أسس ومعروف الجرعة المظبوطة والجرعة سامة دلتزم بها الأسس من الأعشاب الكويسة جدا وثابت فعالياتها في أمورات كترة جدا لكن طبعا تحتوي برضو على مواد ممكن تزيد الضغط بيرفع الضغط والكركة دي أعتقد برضو بيقلل بيقلل الضغط وبالتالي كل حاجة لها يعني مش يعني محدش مثلا نضغط واطس زيادة يشرب كركة دي وممكن تسبب لك مشكلة بالضبط وبالتالي العشاب في أصلها علم راسخ ومؤكد إنما برضو محتاج في مصر كمان التقنيم وميديا تعامل مع العشاب وبقاني كافية طب العشاب والفيتامينات والأدوية الموجودة على الأونلاين يعني إحنا طبعا دلوقتي يمكن أكتر كمان برضو بعد الكورونا حقيقة الكورونا يعني عملت لنا حاجة كثيرة في حياتنا بسمن ضمنها إن الناس بقيت كثير جدا بتشتري أونلاين بشكل أكبر حتى من قبل الكورونا فإحنا بنشوف يعني أنا دلوقتي لما لاقي منتج على الأونلاين أنا أعرف منين إن هو منتج مضمون المصدر يعني هل الصحيح إن أنا أشتري دواء أو فيتامين أو حتى أعشاب من الأونلاين مطلقا مطلقا حارتك قلتها كلمة واحدة مطلقا قولا واحدا لا قولا واحدا لا طبعا متأكيد لأن الأصل في صرف الدواء القيد إحنا بنتعلم مع الدواء بعشوائية وباستغطر حيقة يعني طبما البعد هقول حالتك يعني الأعشاب أو الفيتامينات ما فيهاش مشكلة مثلا لا فيها مشكلة لا فيها مشكلة طبعا إيه المشكلة يعني فيه سمية بتحصل من الإصراف في استخدام الفيتامينات وفيه حصوات في الكلة ممكن تحصل من فيتامينات زي فيتامين سي مثلا مثلا كترة استخدام بالضبط كده الكابد ممكن يتأثر من جرؤات عالية من فيتامين دي الزينكي ممكن يعمل أعراض شبيهة من فقد الطعم والتزوق والشم فعلا وبالتالي لا ده أنا ممكن أضار من الاستخدام المفرد للفيتامينات أنا بقول لسيتك كده القيد هو الأصل في استخدام الدواء الأدوية الأونلاين ليست مراقبة يعني عند حركة المكان الطبيعي اللي أنا أشتري منه دواء سادة لي مرخصة مراقبة لها شروط في الترخيص من ناحية الصحية والتهوية وغيره 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 أقدر حاسب الشخص لو أصرف دواء حاسب حاجة إنما أونلاين فين كده ده موضوع مطلقا يعني مطلقا من شرش أي حاجة أونلاين دواء أو أعشاب أو فيتامينات وبعدين الدراسات الحديثة تكلمت على حتى ما يعرف بالتليميديسينس أو التطبيب عن بعد اللي هي الظاهرة اللي خلقتها أزمة كورونا والكشف عن بعد ووجدوا أنه مثلا على سلمسال موضوع الأمراض الصدرية 75% من رجلتات الخاطئة هي هي اللي حصلت أونلاين والتطبيب عن بعد لعدم الكشف بدقة الدواء من ضمن ثلاثة مش في مكانه في المكان الخطأ بسبب الوصف والصرف عن طريق الأونلاين وعدم الفحص الجيد وبالتالي لا أونلاين مطلقا يعني مطلقا لا طيب برضو وإحنا بنتكلم في نفس الفئة دي الحقيقة أن إحنا طبعا عارفين أدوية المنشطات والأدوية اللي بياخدها الرياضيين موجودة بشكل كبير جدا سواء أونلاين أو موجودة في الصيداليات الحقيقة أن هذه المنشطات عليها تحفوزات كبيرة جدا ويمكن أنا لسه كنت بشوف على التويتر كان فيه موجود أنه فيه التريند القاتل حتى كانوا كاتبين كده التريند القاتل أنه بقى فيه تريند أنه يشعبوا المسحوق معين يعني من هذه المنشطات قبل الذهاب للجيم أدى لأزمات قلبية وفي بعض أحيان للوفاة فكرة استخدام المنشطات استخدمها ازاي بالنسبة للرياضيين وإحنا نعرف حالات يعني يمكن حتى المشاهير توفهم الله بسبب هذه المنشطات شو حرك زي ما قلت الحرك كده فيه مشاهير محليا وعالميا توفهم بسبب المنشطات وأبسطها المنشطات التي تحتوي على الكافيين اللي احنا بتكلم عليها اللي موجودة في الجانب الأول البسيط ده لكن هي بتتعمل في صورة حؤن مركزة مركزة ويعطاها بعض الرياضيين كتنشيط لكن عشان يعني ما عصلوش فحص قبل التمرينات قبل يأخذ الحؤن هل تناسبه ولا لأ وهل قلبه يتحمل هذه الحؤن ولا لأ بتحصل حالات الوفاة مش بس حؤن احنا نتكلم عن مسحوق كمان مسحيق كسير بالضبط كده البودر بيحتوي على موسينات عالية جدا جدا ولازم يعرف ان احنا زي ما احنا بناخد الدواء عن طريق الفم بيخش فيه مصار معين في الجسم بيروح للكبد ولازم يخرج عن طريق الكلة وبالتالي هذا المصار لكده ليست بالكفاءة اللي تتحمل اخراج هذه الأدوية مين اللي يوسف يعني احنا بنشوف احيان كتير المدرب مثلا في الجم هو اللي بيوسف وبيقول ان انا عارف ده كويس وديته مثلا لناس كتير ورياضين كتير وجمعهم نتيجة كويسة فأنا شفت نمزج مندي كتير ما يناسب فلان لا يناسب علان وبالتالي الوصفة هذه الأدوية يجب عن طريق طبيب وانا يعني احنا بنركز دايما انه الجم لازم يرخص ولازم يكون ليه طبيب يشرف على المتدربين قبل القوض في موضوع التدريب واحنا شفنا يعني لسه من اليومين لاعب شاب في ريعان شبابه ومع ذلك دخل في أزمة يعني كده ان هو يتوفى طبعا دولة اعلانة الله بالضبط كده ومجهود الفريق الطبي اللي موجود لا طبعا لازم نحذر من ذلك طبعا وبالمناسبة برضه الباودر حضرت كلمة عليه ده التنشيط بيحصل منها اعراض انسحابية اعراض انسحابية ضر جدا زيها زي الادوال الادمانية المعروفة فعلا وكمان بتؤثر على القدرة الانجابية والجنسية للشباب يعني دي حقيقة مش اشعى طبعا ده حاجات دي دراسات لأنا البعض يقولك ده كلام واشعات والكلام ده مش حقيقي دراسات موثبتة دراسات موثبتة لأ لأ هم ماللوش نتكلم في حتى في فرنامو زي ده ان احنا نقول كلام غير مسبت طبعا طبعا عشان كده بنلجأ لحريتك ده مسبت علميا طبعا طيب احنا تكلمنا يعني اذا حتى المنشطات والادوية الرياضية وغيره لازم تكون بمتابعة طبيب ما ينفعش ان حد يوصفالي في الجيم ولا صديق لي ولا حد خدها ولا حتى المدرب اللي هو جربها ولا كلام بضبط ان في فكرة صغيرة كده ان في حاجة اسمها فيه باك ميكانيزم يعني انا مثلا عندي غدة في جسمي بتفرز هرمون معين لما الهرمون ده الاقي مصدر عالي من برة الغدة دي بتتوقف عن افراز هذا الهرمون لما يحصل توقف مفاجئ من الحؤن الخارجية دي الجسم مش مستعد فيحصل الانهيار المفاجئ فممكن يؤدي بحياة يحصل بعد شراءة توقف فجأة لعضلة القلب او للكبط او للكلع يمكن اصلاحه اه بالضبط كده بالضبط كده اخيرا فضل لنا زي المسكنات احنا يعني تعريبا كلنا عشان المسكنات ستناي بتوجعني ياخذ مسكن معدتي بتوجعني ياخذ مسكن عندي صداع اخذ المسكن المسكنات وطريقة استعمالها واثارها الجانبية المسكنات طبعا مهم عشان اقدر عيش او تعايش مع القلم لكن الاصراف فيها ممكن يؤدي الى فشل كلاوية ممكن يؤدي الى التهف المعدة يتحول الى قرح معادية الى مشاكل كبيرة جدا واحنا عارفين حضرك ان احنا بنصرف بليارات الجنيهات في علاج الفشل الكلاوي ممكن الانسان يتجاوز الجرعات ممكن يطمح في مسكنات اقوى زي المسكنات الافيونية زي الترامدول بعدما تحول الترامدول عايز مسكن اعلى فيتحول الى ظواهر ادمانية عايز مسكنات اقوى بالحق يتحول من انسان عادي الى انسان مدمن اه يعني احنا ممكن المسكنات في مراحل متقدمة توصل للادمان بس طبعا مش في مراحل العداية بزبط كده ومعناس عندها استعداد جين هو الادمان فيه جين يا دكتور اه طبعا استعداد 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 بزبط متى توفرت بقى البيئة المنازمة بتخلي الانسان يتحول الى يعني متعاطي طب انا لو انا عندي بعاني من اي الم ومحتاج مسكن اي الحد الاقصى اللي انا اخد بيه المسكن دون الرجوع للطبيب لا دون الرجوع احنا مش معاك اه يعني احنا عندنا في مصر 75 الف سيدللية المنتشرين بين متر متر سيدلية على الاقل يستشير السيدلية اخد المسكن ده امتى وجرعته ايه لان فيه مسكنات يعني برضو الشهيرة جدا لا فيه مادة فعالة معروفة اه اذكرها دلوقتي بارستامول ده ابسط واسهل المسكنات وبروش ضرر على لا على المعدة ولا الكلام كرس او اثنين كل اربع الى ست ساعات حتى معرفت السبب لحد ما اعرف ايه سبب السزاع اه ما اخدوش كعلاج انا اخدو بس بس بالزبط هارب بقى هل ضغط عالي واطي في مشكلة في العينين عندي امساج في جوب امفية يبقى عارف السبب عشان اقدر اعالج الموضوع ده محتاج بقى حاجة اقوى ده موضوع تاني لازم الطبيب اللي يقرر فيه مسكنات يعني حتى فيه مسكنات شهيرة دلوقتي بتتبعها بالقرس في السيطاليات المفروض جرعة القصوى بالمناسبة اللي بتتبعها بالقرس يعني طبعا الاسطورة بتاعة مجموعة الالفلوانزة اللي هو خد تلت اقراس او مش عارفة تلت حق انبين دي طبعا دي حاجة يعني احنا نحمد ربنا ان الوضوع مجموعة الفلوانزة ديت يعني دي الجريمة الكبرى جريمة طبعا اللي هي بتؤدي في النهاية الى مشكلة عالمية لما يعرف بمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية اللي هي ايه اللي هي انا بعد كده الانسان يجرح جرح ممكن يموت بسبب الجرح لان البكتيريا تتعاظم وما فيش مضادة حيوي ينفع معها يأثر فيها يأثر فيها بظبط كده انا الحياة بشكر حارتك لكل المعلومات القيمة دي نورتنا وشرفتنا النهاردة دكتور علي عبدالله مدير المركز المصري للدراسات الدوائية والإحصاء ومكافحة الإدمان شكرا جزيلا لليفاندم وزي ما حضرتكم كده اجتماعتم مفيش أي حد ياخد أي دواء لا نشتري أونلاين ولا في حاجة سمع مجموعة ألف وانزا على الإطلاق ولا ناخد أدوية غير بمراجعة الطبيب وفي أضيق الحدود ربنا يحفظنا جميعا تصبحوا على ألف وحيد